بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة نتابع في موضوع الإلكترونيات واحد والنباط والدوائر الإلكترونية كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند موضوع البيبولر جنكشن ترانزيستور واليوم نتابع في نفس الموضوع وأمثلة على آلية وطرق حل الترانزيستور المثال الذي أمامنا هو عبارة عن مثال إذا كانت عندي قيمة VECQ تساوي 2.5 بالعشر بولت والآن قيمة والترانزيستور براميتر عبارة عن بيتا تساوي 60 والVEPON تساوي 0.7 بولت من نص السؤال هذا يعني أن المدخلات والمخرجات معروفة متبقي لنا أن نتعرف على بعض الكمبوننت الداخلية أو الداخلة في تصميم هذه الدائرة لنجد أن هناك قيمة واحدة مفقودة في هذه الدائرة وهي مقاومة الر بالنظر إلى الدائرة الترانزيستور ومن خلال نص السؤال نجد أن الترانزيستور من النوع ال-PNP هنا يجب أن ألفت الانتباه إلى أنه في حال استخدام الترانزيستور ال-PNP هناك مسارا يمكن اتباعهما لكتاب معادلة ال-input لدائرة ومعادلة ال-output في هذه الحالة أؤكد لا يجوز عمل أي لوب يربط بين ال-Base وال-Collector لأن الترانزيستور في هذه الحالة يعمل في حالة Forward Active أي أن ال-Junction بين ال-Base وال-Collector Reverse وهنا لا يجوز عمل أي لوب خلال أو أي مسار خلال هذه المنطقة يتبقى لدينا المسار الأول من قيمة V-Plus IBRB قيمة V-E-B-On وقيمة I-Base R-Base وقيمة V-B-B نقوم بكتابة هذا المسار V-Plus تساوي I-Emitter R-Emitter زائد قيمة V-E-B-On زائد قيمة V-B-B زائد قيمة IB في R-B نقوم بالتعويض بما لدينا من معلومات فنجد أن V-Plus 5 قيمة R-Emitter 2 كيلو أوم مضروبة في قيمة I-Emitter مضافلها قيمة V-E-B-On مضافلها قيمة V-B-B نقص 2 V-Volt وقيمة I-Base في R-Base نجد أن معادلة واحدة فيها ثلاثة مجاهيل المجهول الأول I-Emitter المجهول الثاني I-Base والمجهول الثالث R-Base هنا يمكن الاستعانة بقانون I-Emitter يساوي Beta Plus I-Base إذن I-Base تساوي I-Emitter على Beta Plus 1 وتعويض بدل I-Base فنختصر المجاهيل إلى مجهول I-Emitter و R-Base لذلك لابد من إيجاد معادلة أخرى لتصب عندنا معادلتان بمجهولان ليتسنى لنا حل مثل هذا المثال نلجأ إلى Output Loop حيث أننا باستطاعتنا أن نكتب Loop من V Plus I-Base و VEC حيث أن قيمة VEZQ معطاة في نص السؤال إذن يمكن كتابة المعادلة على الشكل على النحو التالي V Plus تساوي I-Emitter في R-Emitter زائد قيمة VEC نقوم بالتعويض ومن هذه المعادلة نجد أن المجهول الوحيد هو قيمة I-Emitter فنقوم بإيجاد قيمة I-Emitter والتي تساوي 5-2.5 على 2 في 10 قوة 3 إذن وتساوي 1.25% ميلي أمبير بالاستعانة بهذا القانون يمكن حساب قيمة I-Base وهي عبارة عن 1.25% في 10 قوة 3 على بيتا بلس 1 60 زائد 1 بالعودة إلى المعادلة الأولى وتعويض القيم فيها نجد أن المجهول الوحيد المتبقي في المعادلة هي قيمة R-Base ولذلك يمكن إيجاد قيمة R-Base والتي تساوي 185 كيلو أم هذا السؤال أيضا يمكن التعامل معه وحله عن طريق إيجاد قيم هي قيمة V-E-C-Q وال-I-C-Q بالاستعانة بالأوتبوت كاركتيريستيكس حيث كنت سابقا تكلمت عن هذا الموضوع وطرق رسم اللود لين وذلك باعتبار أن النقطة هاي تمثل منطقة الكاتوف أي أن منطقة الكاتوف التي تكون فيها قيمة V-E-C ال-V-E-C أكبر ما يكون عندما يكون قيمة ال-I-B-S تساوي صفر ومنه قيمة ال-I-C تساوي صفر وهنا يمكن الاستعانة بمنطقة الساتيوريشن والتي عندها قيمة ال-I-C تساوي أكبر ما يمكن وفي هذه الحالة هي عبارة عن قيمة ال-V-Plus على ال-V-Plus ناقص قيمة ال-V-E-C أي يمكن اعتباره ال-V-Plus على ال-R-E-Meter وعندها قيمة ال-V-E-C تساوي 0.2V 0.2V إذن تتبقى لدينا قيمة ال-V-Plus على ال-R-E-Meter وهي أعلى قيمة هنا نلجأ إلى ال-Output Loop وهو قيمة ال-V-E-C تساوي V-Plus minus ال-I-E-Meter في ال-R-E-Meter نعوض عن قيمة ال-I-E-Meter بقيمة ال-I-Collector والتي تساوي beta plus 1 على بيتا ويمكن اعتبارا أن قيمة ال-I-E-Meter تساوي قيمة ال-I-Collector في المرة الأولى نعتبر أن قيمة ال-I-C تساوي 0 عندها قيمة ال-V-E-C تساوي 5V في المرة الثانية نعتبر أن قيمة ال-V-E-C تساوي صفر عندها قيمة ال-I-C تساوي 5 على 2 وبذلك يمكن تحديد قيمة سابقة وبإسقاط عمودي على ال-X نجد أن قيمة ال-V-E-C Q 2.5 وقيمة ال-I-C 21 بالمية إذن ما هي إلا عدة أشكال وعدة طرق يمكن استخدامها في حل مثل هذا المثال ننظر هنا إلى مثال آخر هذا المثال يحتوي على مقاومة لوت إذن الفرق بين المثال هذا والمثال السابق أولا هنا لك زيادتان الزيادة الأولى هنا ظهرت لدينا مقاومة R-Lawd وظهر لدينا مصدر جهد آخر واللي هو ناقص اللي هو V بال- النص السؤال calculate the characteristics of an NPN transistor circuit with a load resistance إذن لنفرض أن أو let V PE ON تساوي 0.7 and بيتا تساوي 100 إذن المطلوب calculate the characteristics المراد معرفة قيمها هي I-Base I-Collector I-Emitter وقيمة VCE بالنظر إلى النقطة في المكان هذا نجد أن تيار تيار I-1 ينقسم إلى تيارين I-Collector وال I-Load بداية لنجد قيمة تيار I-Base عن طريق ال-Input loop فنجد أن 0 تساوي I-Base R-Base زائد قيمة V-B-E ON زائد قيمة I-Emitter R-Emitter زائد قيمة V-E السالم كما تحدثنا في السابق أنه يمكن الاستعاذ عن قيمة I-Emitter ب-Beta plus 1 I-Base ومن ثم نقوم بتعويض كل القيم لنجد أن المجهول الوحيد في الدائرة هو I-Base وهنا نجد أن قيمة I-Base هي 38.35% مايكرو أمبير باستخدام قانون current gain وهو Beta تساوي I-Collector على I-Base يمكن إيجاد قيمة I-Collector بدلالة Beta I-Base لنجد أن قيمة I-Collector هي عبارة عن 835 بالألف ميلي أمبير ومنها يمكن إيجاد قيمة I-Emitter أي أن قيمة I-Emitter تساوي Beta plus 1 I-Base لنجد أنها تساوي 845 بالألف ميلي أمبير أي هنا أيضا لإيجاد لحل مثل هذه الدائرة وحساب قيمة ال-BCE والتي هي تساوي هنا قيمة VCE يمكن إيجادها عن طريق معادلة V-Output تساوي VCE زائد I-Ere زائد قيمة V- minus إذن يمكن حساب عن هذه الطريقة إذا تمكن من إيجاد قيمة V-Output لإيجاد قيمة V-Output نلجأ إلى نظرية current division هنا حيث أن التيار I-Eventter يتجز إلى I-Collector و I-Load إذن يمكن اعتبار أن I-Collector تساوي I-Eventter ناقص I-Load فنقوم بكتابة هذه المعادلة هي I-Collector تساوي I-Eventter ناقص I-Load I-Collector قيمته معروفة I-Eventter I-Eventter هو عبارة عن V-Plus minus قيمة V-Output على المقاومة R-Collector والI-Load هو عبارة عن V-Output على R-Load بالتعويض بكل القيم المعطاة معنا نجد أن المجهول الوحيد هنا هي قيمة V-Output حيث يتم حسابها لنجد أن قيمة V-Output هي 3.91% V عند إيجاد قيمة V-Output كما ذكرت سابقا يمكن الاعتماد عليها في حساب فرق الجهد بين هذه النقطة والV- لنجد أن قيمة V-Output هي عبارة عن قيمة V-CE زائد قيمة I-E-R-E زائد قيمة V عند الماينص المطلوب هو إيجاد قيمة V-CE إذن V-CE تساوي قيمة V-Output ناقص قيمة I-E-Meter R-E-Meter ناقص قيمة V عند السالب فنقوم بالتعويض في هذه المعادلة لنجد أن قيمة V-CE هي 4.7% بال10 V أود هنا أن أؤكد على الأولى هي استخدام الكيرشوف current law أو اللي هي ما تعرف النودة الاناليسيز النودة الاناليسيز هو حيث أن هناك تيار داخل وتياران خارجان حتى من أجل أن نستطيع إيجاد قيمة V-Output هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يجب الاستعان بالإمبوت لوب من أجل إيجاد قيمة I-Base والتي بدورها من خلالها يمكن إيجاد قيمة I-Collector هذا مثال آخر أو شكل آخر من أشكال دوائر الترانزوستور التي يمكن أن نعمل بها نفس السؤال السابق ولكن هنا نقوم بتحليل الدائرة بالاستعان بالload line أو بالاستعان بشيء آخر اسمه أو ما يعرف به نظريات R-Thivilin حتى نتمكن من حل مثل هذا السؤال بالاستعان بنظرية Thivilin نأخذ الجزء العلوي من الدائرة والممثل بقيمة V-Plus والR-C والR-L والV-Output ويتم رسمهما على هذا الشكل لنحصل على V-Plus R-C R-L وV-Output بين نقطة V-Output والR-V نقوم بحساب قيمة V-Thivilin والR-Thivilin والمعلوم لدينا أنه من أجل قياس قيمة R-Thivilin نقوم بإزالة الVoltage Source ووصلها هذه المنطقة بالR-V لنجد أن قيمة R-C وقيمة R-L أصبحت موصولا معا على التوازي إذن قيمة R-Thivilin هي عبارة عن R-C Parallel مع R-L وبما أن R-C والR-L كلاهما 5 كيلو أوم إذن قيمة R-Thivilin هي 2.5 كيلو أوم من أجل حساب قيمة V-Thivilin هي V-Thivilin سوف تكون نفس قيمة فرق الجهد على المقاومة R-Load إذن مقاومتان ومصدر جهد هنا يمكن استخدام نظرية ال-Volt Division حيث أن فرق الجهد عند هذه النقطة هو عبارة عن فرق جهد المصدر مضروب بالمقاومة المراد معرفة فرق الجهد عندها مقسوم على حاصل جمع المقاومتين إذن V-Thivilin هي V-Plus مضروبة في R-Load على R-Load زائد R-Collector لنجد أن قيمة V-Thivilin هي عبارة عن 6 V بالتعويض عن هذا الجزء بما يكافئ من دائرة Thivilin حيث أننا كنا درسنا سابقا أنه يمكن الاستعابة عن أي دائرة كهربائية مهبا كانت معقدة بدائرة بسيطة جدا مكونة من جهد واحد موصول على التوالي مع مقاومة واحدة إذن هنا يمكن اعتبار هذه النقطة هي نفس نقطة V-Output وهذه R-Thivilin وهذه V-Thivilin إذن يمكن تبسيط هذه الدائرة من هذا الشكل إلى هذا الشكل لتصبح في شكل خننقول مبسط ويمكن التعامل معه وتم حل أمثلة سابقة مثله إذن هنا نجد أن لدينا فقط Two Loops اللوب الأول اللي هو على Input واللوب الثاني على الأوتبوت لحل مثل هذا السؤال باستخدام الأوتبوت نأخذ معادلة الأوتبوت والتي أصبحت V-Thivilin تساوي IC في R-Thivilin زائد قيمة V-CE زائد قيمة I-E في R-E زائد قيمة V عند السالب بالتعويض بالتعويض بكل ما كنا قد شاهدنا في نص السؤال نجد أن معادلة V-CE تساوي 11 ناقص 7 نص IC هنا نأخذ الفكرة الأساسية في رسم Loadline حيث نعتبر بالخطوة الأولى أن قيمة IC تساوي صفر عندها قيمة V-CE تساوي 11 ونقوم بتحديد القيمة من ثم نعتبر أن قيمة V-CE تساوي صفر وعندها IC تساوي 11 على 7.5 أي 41 ونقوم بتحديد هذه النقطة بعد ذلك نعود إلى بداية السؤال حيث أننا قمنا بحساب قيمة I-Base وكانت تساوي 38 و35 بالمية مايكرو أمبير إذن هذا هو تيار البيس في هذه الدائرة عندها نقوم بتحديد نقطة الـ Q-Point عند النقطة التي يتم فيها التقاطع بين curve I-Base والload line بإسقاط عمود من هذه النقطة على X-Axis نجد قيمة V-CEQ وبإسقاط عمود على Y-Axis نجد قيمة ICQ إذن السؤال السابق يمكن حله بطريقتين إما بالطريقة المباشرة التقليدية وإما بالاستعانة بدنظرية ثفلين وتبسيط الدائرة وبعد ذلك حله عن طريق الـ Output Characteristics بعد الآن ننتقل إلى أبسط أو بعض الطرق أو بعض تطبيقات التي يمكن الاستفادة منها باستخدام الترانزوستور التطبيق إذن Basic Transistor Application من أهم Basic Transistor Application أنه يمكن استخدام الترانزوستور بهذا الشكل على أساس دائرة سويتش أو دائرة انفيرتر إذن يمكن استخدامه إما As-Like-As-Switch أو As-Like-As-Inverter لندرس كيف يمكن عمل ذلك المرحلة الأولى إذا كانت قيمة V-Input متغيرة وكانت أخوة تم أخذها في الحالة الأولى حيث أن قيمة V-Input أقل من 0.7V هذا يعني أن الديود الواصل بين الـ Base والإمتر سوف يعمل بحالة reverse والديود الواصل بين الـ Base والكولكتر حيث أن قيمة V-Plus أكبر من 0.7 إذن أيضا يعمل بحالة reverse مما يعني أن الترانزيستور يعمل في منطقة الكتوف إذن قيمة I-Base صفر وقيمة I-Collector صفر في هذه الحالة نجد أنه عندما يعمل الترانزيستور في حالة الكتوف فإن قيمة V-Output تساوي قيمة V-Plus إذن هنا كانت قيمة V-Output أخذت أعلى قيمة ممكنة وهي قيمة V-Plus إذن هذه الدائرة inverter إذن Input Low Voltage Output High Voltage لنعود الكرة ونعمل التالي أن تصبح قيمة V-Input تساوي قيمة V-Plus عندما تصبح قيمة V-Input تساوي قيمة V-Plus هذا يعني أن الـ Junction between Base والإمتر ستعمل بحالة Forward والـ Junction between الـ Base والـ Collector أيضا ستعمل في حالة Forward مما يعني أن الترانزوستور يعمل في منطقة L-Saturation عندها تصبح قيمة V-Output تساوي قيمة V-C-E-Sat إذن Input High Voltage Output Low Voltage إذن معنى الكلام هذا أن هذا الترانزوستور يمكن أن يعمل انفيرتر حيث سوف نقوم بتوضيح ذلك في الجدول اللاحق نعود الكرة من حيث الـ Switch إذا كان عندنا Input Low Voltage I-Base إذن معناته سيساوي عندنا صفر ومنها I-Collector صفر إذن Input Voltage جعل هذا يعمل في حالة Off حيث أنه لا يمرر أي تيارات Input High Voltage إذن هذا سويت يعطيني قيمة I-Collector تساوي Beta I-Base وهو لا يساوي صفر بتلخيص مراحل عمل هذا الترانزوستور بالجدول التالي نجد أنه يمكن أن نقوم باعتبار أن قيمة V-Input Gate وهنا نعتبرها كقيمة Amplitude فهي إما قيمة V-Input أقل من V-Beon والتي هي 0.7 وولت وإما V-Input تساوي V-Plus فإذا كانت V-Input أقل من قيمة V-Beon هذا يعني أن الترانزوستور كطف وهذا يعني أن I-Base يساوي صفر إذن قيمة V-Output تساوي قيمة V-Plus لنرى Input Low Voltage Output High Voltage إذن دائرة Inverter في المرحلة الثانية إذا كان Input High Voltage إذن قيمة V-Input تساوي قيمة V-Plus فهذا يعني أن الترانزوستور يعمل في حالة Saturation إذن قيمة I-Base لا تساوي صفر عندها قيمة V-Output تساوي قيمة V-CE Saturation إذن Input High Voltage Output Low Voltage إذن أكدنا على أن هذا الترانزوستور يعمل كإنفيرتر أما من ناحية ال-Switch Input Low Voltage ال-Current يساوي صفر و-Input High Voltage ال-Current لا يساوي صفر إذن Input Low Voltage ال-Current يساوي صفر Input High Voltage ال-Current لا يساوي صفر وهذا يعني أن الدائرة هي عبارة عن دائرة ال-Switch التطبيق الآخر والذي سوف ندرس عنه وهو اللي هي Digital Logic Gate ننظر إلى هذه الدائرة والتي هي عبارة عن دائرة مكونة من عدد من الترانزوستور يمكن اختيار العدد المراد من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 هنا نحن فرضنا أن العدد إن ولكن تم تحليل الدائرة على 2 ترانزوستور فأخذنا للترانزوستور Q1 وله مقاومة RBS1 وV Input 1 والQ2 وله مقاومة RB2 والV Input 2 وهنا VRC وهنا V Plus وهنا V Output فنفرض أن لدينا 2 Input Voltage V Input 1 وV Input 2 بتحليل وتبسيط هذه الدائرة نجد أن 2 Input Voltage بحاجة إلى أربع احتمالات إما 0 0 أو 1 0 أو 0 1 أو 1 1 1 الآن كل قيمة من هذه القيم تحدد حالة عمل الترانزوستور Q1 والQ2 V Input 1 0 إذن Q1 Cut V Input 2 0 إذن Q2 Cut عندها قيمة I Collector تساوي 1 تساوي 0 وقيمة I Collector 2 تساوي 0 إذن V Output راح يكون يساوي قيمة V Plus I أي 1 بلغة Logic Gate 0 أما إذا أصبحت قيمة V Input 1 0 وV Input 2 1 هذا يعني أن Q1 هو عبارة عن Cut of وQ2 Saturation بما أن أحد الترانزوستورات Saturation هذا يعني أن تيار I Collector الأول يساوي 0 بينما تيار I Collector الثاني لا يساوي 0 وعندها قيمة V Input سوف تساوي قيمة VCE وهي تقريبا 0 أي تساوي 0 إذا تم عكس المرحلة وأصبح V Input 1 1 وV Input 2 0 فهذا يعني أن Q1 Sat وQ2 Cut إذن IC1 لا يساوي 0 والIC2 تساوي 0 وعندها قيمة V Output سوف تساوي قيمة VCE Sat أي 0 أما إذا ما أصبح 2 ترانزوستور يعملان في حالة V Input 1 و V Input 1 High Voltage وال V Input 2 High Voltage إذن سيصبح كلا الترانزوستور يعملان في حالة Saturation عندها قيمة التيار الأول لا تساوي 0 وقيمة التيار الثاني لا تساوي 0 وهنا نجد أن قيمة V Output هي قيمة VCE Sat أي الصفر فنجد أن بالنظر إلى المعطيات المدخل ومعطيات المخرج أن البوابة هذه عبارة عن بوابة Nor Logic Gate Nor Logic Gate المهم هنا هي دائرة الأمبليفير التطبيق الثالث هي دائرة الأمبليفير والتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة سوف نتكلم عنها بشكل مفصل وفي بداية كلام عن الترانزوستور كان الحديث حول ما هي استخدامات الترانزوستور فكان الحديث كالتالي أن من أهم استخدامات الترانزوستور هو في دوائر الأمبليفير والتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة سوف نتكلم عنها بشكل مفصل هذا الرسم يمثل الترانزوستور والتي كنت سابقا تكلمت عنه وقمنا بحل بعض الأمثل عليه لنجد أن أي تغير مهما كان بسيط في قيمة الامبوت سيؤدي إلى تغير كبير جدا في قيمة الامبوت وخوى المطلوب حيث أن الأمبليفير يعمل على تكبير إشارة الامبوت وإخراجها إلى الأوتبوت بمعامل تكبير يسمى الكرينت جيم ويساوي العلاقة أو الريشيو بين البي اوتبوت على البي امبوت إلى هنا نكتفي ونلقاكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة